هذا الحادث المروري المأساوي أسفر عن وفاة 8 أشخاص رحمهم الله وإصابة 12 آخر بجروح طبعا هذا الحادث المروري الأليم وقع بطريق البلدي رقم 25 رابط بين بلديتي أم العظام وسلمانة بالقرب من قرية أم الخشب ببلدية سلمانة بولاية الجلفة أسفر هذا الحادث المروري عن وفاة 8 أشخاص و12 جريحا لمزيد من الإضاحات معنا عبر الهاتف الرائد سمير بوشحيد المكلب للاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني سيدة الرائد أهلا بك مساء الخير مساء الخير لك ولكل الطاقة العامل على هذه الحصة ولكل مشاهدي قناة النهار شكرا لك هل اتضحت معلومات أولية حول طبيعة هذا الحادث الأليم تحدث عن 8 ضحايا للأسف الشديد يؤسفني أن نبلغكم بأنه وقع حادث مرور مميت بولاية الجلفة منذ حوالي نصف ساعة الحادث وقع بالطريق البلدي رقم 25 الرابط بين بلديتي أم العظام وسلمانة بالقرب من قرية أم الخشب بلدية سلمانة التابعة إقليميا لولاية الجلفة حسب المعلومات الأولية والمتوفرة لدينا لحد الساعة الحادث وقع إطراء انقلاب مركبة نفعية هذه المركبة كانت ضمن موكب زفاف تنقل على متنها عدة أفراد انحرفت المركبة عن مسارها وانقلبت مما أدى إلى وفاة للأسف الشديد 8 أشخاص وإصابة 12 شخص بجروح تم نقلهم إلى المستشفى المحلي من طرف علاصف الحماية المدنية وفتحت فرقة الضرق الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في حيتيات الحادث نتمنى للجرحة 12 جريحا نتمنى لهم السلامة والرحمة على الضحايا الثمانية الذين توفيوا نتيجة هذا الحادث المرور المأساوي الذي مثلما تفضلت وقع ببلدية سلمانة بولاية الجلفة هل الحصيلة مرشحة الارتفاع أم في انتظار الساعات القادمة طبعا أم هي هذه الحصيلة النهائية يعني الحادث وقع ليس ببعيد وإنما وقع منذ حوالي تقريب 45 دقيقة نعم فرقة التحقيق بعين المكان تنقلت مجموعة من الفرق إلى عين المكان من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والقيام بالمعاينات الأولية حصلت الضحايا تم يعني إحصاءها لحد الساعة حسب المعلومات المتوفرة قلنا ثمان وثيات وإطمع عشر جريح ربما يعني هي متفاوتة الخطورة يعني إصابات متفاوتة الخطورة ونتيجة يعني انقلاب هذه المركبة النفعية والتي كانت تحمل يعني أفراد يعني كانوا ضمنها موكب زفاف موكب موكب زفاف موكب زفاف ربما سترتفع يعني وسأوى فيكم بالمعلومات نتمنى لهم السلامة نتمنى لهم السلامة طبعا رائد سمير بوشحيت نعم هل هذا راجع لمناورات خطيرة حسب المعلومات التي لديكم مدى موكب زفاف ونحن نشاهد هذا النوع من المناورات التي بالأسف تسبب في كثير من الأحيان مثل هذه الحوادث بالنسبة للمركبة هي كان ضمن موكب زفاف وهي مركبة نفعية ولا يستطيع صاحبها يعني نقل أشخاص على متنها لماذا؟ لأنه يعني نقل عشرين شخص على متن مركبة غير مهيئة لذلك هذا خطر كبير جدا إذن قلنا مرارا وتكرارا وقدمنا مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لأصحاب هذا الصنف من المركبات بأنه يمنع منع باتن نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيئة لماذا؟ لتعريضهم مثلا للخطر إذن مركبة لا تتوفر فيها شروط نقل الأفراد لماذا؟ لأن نقل الأفراد يخضع إلى دفتر شروط معين والعقوبات صريحة في هذا الصدد نعم هي مخالفة ومشددة ويستطيع صاحبها أن تجره إلى المحكمة طبعا نتيجة وفاة ثمان أشخاص رحمهم الله هذا الأوين الأخيرة على الأقل خلال هذا الصائفة يعني حوادث المرور الأسف الشديد يعني حوادث مرور مميتة ومأساوية تحدث عن حصيلة من ثمانية إلى ستة إلى شخصين البارحة مثلا هنا في العاصمة هل أسباب دائما بشرية وما هي النصائح كمصالح الدرك الوطني بالنسبة لكافة السواخ لتجنب هذه المآسي التي تحدث عبر طلقاتنا نعم بالنسبة للتحليل أو حسب الإحصائيات المتوفرة لدى قيادة الدرك الوطني ونتيجة استغلالها وتحليلها على مستوانا السبب الوحيد يعني هو السبب البشري بالنسبة 93% وبالخصوص عدم احترام السرعة وعدم اتخاذ أو اتباع قواعد السياقة السليمة إذن تم إصداء مجموعة من التوجيهات في عديد من الحملات التحسيسية بضرورة احترام قانون المرور وتطبيق تعليماته وكذلك ضبط النفس أثناء السير في الطريق وكذلك احترام إعذاب الطريق قلنا في العديد من المرات وقمنا بنشر العديد من المنشورات حول مواكب الأعراس بضرورة يعني أن يكون السائق يعني يضبط نفسه يعني بطريقة أو بأخرى ولا يقوم يعني بالتهور أو بالسيافة المتهورة والمناورات الخطيرة في الطرق السيارة مثلا والطرق السريعة لماذا؟ لأن مواكب الأعراس هذه في العديد من المرات نلاحظ يعني عدة سلوكيات سلبية وخاطئة يقوم بها سواق المركبات لتكون علامة من هذا الموكب وهذا يعني ويتأكد أيضا سيسابيلي تأكد أيضا من سلامة المركبة مثلا الحادث الذي وقع أمس نتيجة فقدان المكابح الشاحنة وبالتالي تسبب في مأساة يعني في حادث مرور يعني فيه ضحايا للأسف ربير حمهم وجرحة وبالتالي التأكد أيضا من صلاحية المركبة والجلس المركبة وأمر ضروري أيضا تجنبها للحوادث نعم يجب القيام بالصيانة الضورية قلتها مرات عديدة يجب القيام بالصيانة الضورية للمركبات وخاصة لهذا الصنف من المركبات وهو الوزن التقيل وحافلات نقل المستفرين خاصة في هذه الصائفة لاحظنا عدة حوادث مرورية خطيرة لتعدى وفياتها أكثر من ثلاث وفيات بسبب فقدان مثل الفرامل بسبب يعني عدة أعطاب على مستوى البحرك ولهذا يجب القيام بالصيانة الضورية تفقد المركبة جيد قبل التنقل للسفر ووضع برنامج للرحلة كذلك ويعني ضرورة كما قلت احترام وتطبيق قوانين المرور يعني تطبيق قوانين المرور من شأنها أن تؤدي إلى تنقل آمن يلا نستفد من وجودك معنا بعد تعرف أنه مقطع الجباحية كان يعني نقطة سوداء في طريق طريق سيار شرق غرب بعد الإجراءات الجديدة هل تم تشجيل حوادث مرور خلال هذا المقطع مقطع الجباحية أم الإجراءات الجديدة أتت أكلها يعني بتحويل حركة سير مركبات ذات الوزن الثقيل منذ يعني حوالي أسبوع من تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم خمسة يعني ومنع مرور شاحنات الوزن الثقيل على مقطع الجباحية هذا المقطع الأسود يعني الذي يتراوحه طوله وهو عبارة عن منحدر يتراوح طوله إلى خمسة كيلومتر يعني حوادث السير بهذا المقطع من الطريق تكاد تكون منعدمة ولم نسجل أي حادث مرور مميت بهذا المقطع الحمد لله يعني نتمنى من سواق ومستعملي هذا الطريق المواصل على هذا النهج فرق الصيانة والجهات الوصية المكلفة بتهيئة هذا الطريق تعمل ليلة ونهارا من أجل الإسراء في تهيئة هذا الطريق بالطبع الأشغال متواصلة هنا كذلك نغتنم الفرصة ونوجه نصيحة كذلك لمستعملي الطريق بضرورة احترام السرعة خاصة أن السرعة تم خفضها إلى ستين كيلومتر في الساعة بهذا المقطع ربما هناك من لا يعرف السرعة تخفضت بهذا المقطع إلى ستين كيلومتر في الساعة إذن على السواق ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة واحترام السرعة المحددة بإشارة ومضاعفة مسافة الأمان عند الوصول إلى مكان الأشغال يعني الفرق تعمل على تهيئة الشريطة الاستعجالي كذلك وبعض المداخل الغير قانونية من أجل غرق بعض المداخل الغير شرعية لطريقة السيار شرق غرب هذا من أجل بطبيعة الحال من أجل فائدة جميع السواق أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به الرائد سامير بوشحيت المكلف بالإعلام على مستوى المركز التنسيق المورودي دارا كروتين جزيل الشكر على كل ما تفضلت به سي سامير الآن